اشتركوا في القناة الله إن كان قل زاري في المسير إليك فلقى حسنا ظني بالتوكل عليه وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقاعي فقد نبهتني المعرفة بكرامك وأوام لوعي هو إن أوحش ما بيني وبينك فرط العصياني والطغي فقد آنسني بشر الغفراني والرضو أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك وأبتهل إليك بعواطفي رحمتك ولطائف برمك أن تحقق يظني بما أؤمنه من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القرب منك والزلفى لديك والتمتعي بالنظري إليك وهاء لا متعريض لنفحاتي روحك وعطفك ومنتجع غيث جودك ولطفك فارء من صخطك إلى رضاك هارب منك إليك راج أحسن ما لديك معول على موايبك مفتقر إلى رعايتك إلهي ما بدأت به من فضلك فتممه وما وهدت لي من كرمك فلا تسلق وما ستغتو علي بحلمك فلا تهتكه وما علمته من قبيح فعلي فغفا إلهي استشفعت بك إليك واستجرت بك منك أتيتك طابعا في أحسانك راغبا في امتنانك مستسقيا وبلا طولك مستمطرا غمام فضلك طالبا مرضاتك قاصدا جنابك واردا شريعة رفدك ملتمسا سني الخيرات من عندك وافدا إلى حضرة جمالك مريدا وجهك طارقا بابك مستكينا لعظمتك وجلالك ففعل بما أنت أهله من المغفرة والرحمة ولا تفعل بما أنا أهله من العذاب والنقمة برحمتك يا أرحم الراحمين